بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا أما بعد فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام محدث العصر وفقه الزمان محي السنة وناصرها قامع البدعة ورادها عمدة أهل السنة وإمامهم مقدم أصحاب الحديث وشيخهم أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلة الأثري كان الله له وعفى عنه إخوة الإيمان والآن مع الشريط الثامن عشر بعد المائة التاسعة على واحد بعنوان مناقش مفصلة حول قبض اليدين بعد الركوع تم تسجيل هذا المجلس في اليوم العشرين من ربيع الأول ألف أربعمائة وسبعتاش هجري الموافق اليوم الخامس من الشهر الثامن ألف وتسعمائة وستة وتسعين ميلادي لكن أنت حينما تحتج بكلمة الصلاة في الموضوع السابق وكنا نطلب منك تترك كلمة الصلاة لأن احتجاجك مو بالصلاة احتجاجك بالقيام في الصلاة صح؟ أنا الآن بحتج عليك بمصر فيه الصلاة وهو حديث البخاري عن ساهل بن سعد الساعدي قال كانوا أمرون بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة لماذا أنت لا تعمل بهذا الحديث؟ هذا في الصلاة أنا أخذت اليوم بس أقول لك لماذا لا تعمل بهذا الحديث؟ في الصلاة نضع يدنا يمنى على اليسر في الصلاة نعم نضع بين السلتين بقول مو صلاة بين السلتين مو صلاة طيب الحديث عام هذا قعود هذا في القيام ناهم 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 هول موضوع هنا smack من موضوع شهر الغام بالصلاة بيخرج بيخرج به الأفعال الأخرى في الصلاة الي هي مثلا رقوع في نص ثم السجوة فيه نص Martine يبقى اللي هو مسألة الرقوع قبل القيام قبل وبعد الركوع المسألة السجدتين شيخنا فيها لها أصل اللي هو الحديث ومكان يرضى النبي صلى الله عليه وسلم يديها على فخ ذي السجود في السجود في الجلو في الجلسة وين عندك حليل واحني واحني في عندك حليل اللي هي بخاء الأصل شيخنا نكون تعلم من الشيخ مخصور الموضوع يا أخي عمال شلق عن هذا في عندك حليل الجلسة بين السجدتين الأصل شيخنا بارك الله يتلهول بل يدين على الفخذين ولما لها أصل شيخنا طمع انتي هلا تحركت خليك سري هلا شوي هل لها أصل ولا لا وضع يدين على الفخذين بين السجدين شايفت غيرت البوجة الله يسامك الله يسامك أنا سأل سؤال في عندك حليل؟ بل هو الأصل نعم شوه ما جلست ومجالس مناخشات ما ونما أنا بس سأل سؤال من اللغة العربية في حديث ان الرسول كان بين السجدتين يضع يده اليمنى لفخذيه اليسرى لم ينقى الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أبداً في عندك حديث؟ لا ليش بتعبو حالك وعزمها كلمة وطاها عندك حديث؟ أعيد كلامك بقى الآن مدى ما عندك حديث رح يتغير المنهاج كلامك أهتي نشوف قول انه في الركوب في كذا وفي السجود في كذا ايه؟ وهون ايش في؟ يعني هذي بتلك يعني؟ اه صح النوم صح يا؟ هذي مثل هذي تماماً ولذلك نحن من حج الشيخ هلا ايجي دوره مشان فش خلق ولا هو لماذا لا تضع يدك اليمنى على اليسرى في الصلاة بين السجدتين والحديث عام الصلاة حي ماذا؟ في جوابه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على ركبته ويرفع ان يحرك اسبوعه واليد اليسرى على ركبته ما ثبت حديث؟ ام اتهمك من يجان انا قلت الاصل بقاء الاصل هذا مو جوابه ما في حديث؟ كان يدعو يده اليمنى على الشيخ سألنا بين السجدتين قلت له ما في حديث نعم ما في حديث الاصل البقاء الاصل شيخ سألنا بين السجدتين ما دليلك بين السجدتين ما في حديث أبدا بين السجدتين ما في دليل صح شيخنا؟ مثل هي ما في حديث فهن حديث كان يدعو يده اليمنى على ركبته ويسرى على ركبته وفي رواية على فخده ما في حديث؟ هذا الشيخ نبارك الله في حديث فهن بقاء الاصل هذا مو بين السجدتين هذا مو بين السجدتين كمان لما واحد يجت من السجدتين هذا مو اصل اذن في نص في نص نص نحن قدمنا اليك حج تاني اليك وعليك حج اليك ان رسول كان يضع في الصلاة يعني حديثي هذا اعم من حديثك حديثك في القيام في الصلاة حديثي في الصلاة فان صح استدلالك باطلاق القيام في حديثك صح استدلالي باطلاق الصلاة في حديثي فاذا كان استدلالك صحيحا فاذا كان استدلالك باندلالة الاطلاق او العموم والشمول صحيحا ويلزم المصلي أن يضع في القيام الثاني فحديثي يلزمك أن تضع يديك بين السجدين لأن ما بين السجدين صلاة وأنت تستدل بالإطلاق وبالعموم والشمول وهذا يشمل هذا الموضع ذلك لأنه ليس عندنا في السنة المنقولة أن الرسول عليه السلام كان يضع اليمنى على فخذ اليمنى واليسرى على فخذ اليسرى بين السجدين بين السجدين مش في التشاهد ما في عندنا حديث مدام ما عندنا حديث فعلى مذهبكم أنتم نؤمن للحديث العام العام في الخيام حديث عام العام في الصلاة هنا صلاة هنا قيام هنا صلاة إذا أخذت بالعموم أخذ بالعموم هنا أما التناقض أما التناقض هنا نأخذ بعام وهناك لا نأخذ بعام هذا ما هو من شأن العلماء لكن إتماما الموضوع نحن نقول لماذا لا نعمل بهذا العموم هنا لنفس جوابنا لم ينخل يعني ما منكو متناقضين طارة نأخذ بالعام وطارة ما لا منطرد فلماذا لا نضع في القيام الثاني ما أنه دليل عام لأنه لم يجري عليه العمل لماذا ما نأخذ بالدليل انتبعنا هذا الصلاة عام أيها لأنه لم يجري العمل والدليل عمل المسلمين قيلت أربعة عشر قرنا يفعلون هكذا ما بهم نباه قياس على التشاهد هو إجماء المسلمين أي شيء كان مهم أنه هذا هو سبيل المؤمنين أنه نضع ولا نقبض ولو كان الدليل العام يشمله كذلك هنا عمل المسلمين عدم الوضع عدم الوضع فنحن نمشي على سبيل المؤمنين ولا نستدل يأدل لعامة لم يجري عليها عمل المسلمين الحقيقة يا إخواننا هذه مسألة مهم جدا 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 أن نفهم هذه قاعدة وأوجدها بكلمة كل مص عام يتضمن مفردات من المسائل وعندنا علم بطريقة أو بأخرى عن السلف الصالح أنهم لم يعملوا بهذا الجزء فعملنا به لا يجوز سموها بضعة ما بسموها بضعة بتواققوا ما بتواققوا مش مهم لكن ليس من السنة أن نعمل خلاق ما جرى عليه العماء واضح شو خطار في الآن ما شيء آخر طبع أنا أجبتك لك نحن نأخذ بهذا كان حديثنا جبت لك مثال عن جابر بن عبدالله أنه كان يصلي وتو معلق لكن نحن لا نأخذ به لأنه فيها حديث على خلاف ذلك في أخضاء الدين من إياك لكن نحن بحثنا في موضوع ساتر الرأس أنا لا أتعصب لشيء لا ينبغي تعصب أما شيء ينبغي تعصب له فأنا أشد الناس تعصبا له أنا قد أنشبت دائما موضوعا في مكان على الطاولة فإذا أذنت أخذت وكنت مالي واضع فأضعه على رشب لكن مش دائما يعني أريد أن أخرخ بما يجب أن نفعله وبما لا يجب وإنما تارة وتارة وهذا أمر مهم جدا ومن السنة أيضا لأنك تعلم أن الرسول عليه السلام كان يدعى الشيء والعمل به أحب إليه هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم صلى بدون تركت له أنت الموضوع وهي بقى ما زلنا في الموضوع ما زلنا لا فيش بعض الشباب كثيرا ما عليش أنا ما بلاك لا تسأل بس خلي نكمل الموضوع أن الرسول كان يترك الشيء وعمله أحب إليه بنأجل ماذا بنأجل هذا الذي فعلته لأن أنتك ترجع هل فعل الرسول عليه السلام أقول لا أدري ماذا تسأل السلف حتى نمشي على هذا أخي إن كان السلف ولا لا شو الحكم عندك في النهاية إن كان السلف فعل أو ما فعل شو الحكم في النهاية الجواز شوف الجواز الحكم في النهاية يجود ولا ما يجود واجب ولا مواجب كأنك أنت بنت يقول أنه واجب سبحان الله ما يدري أهو واجب السنة هل يجوز مثلا سنة أو واجب قد يكون سنة طيب لماذا لا نحافظ على السنة سبحان الله قد يكون السنة ما بيجود ترك السنة ولماذا نتركها يجوز لا بيجاوب لكن ثبت دليع أنه سنة لسة ما بحثنا أنه سنة أو لمسنة بس عم نقول حتى نختص الموضوع افترض أنه سنة ما بيجود ترك السنة يجوز إذن ليش عم نريد أن نعرف أنه سنة ما أدري أنا أدري أنه سنة كانوا يصلون تارة حاسرين وتارة ساترين هذا الذي أعرفه وهذا الذي أدين الله به أنه ستر الرأس ليس كستر البدن ستر البدن فرد بل وركم من أركان الصلاة حسب الحديث الصحيح أما ستر الرأس لا هل تعلم أن الرسول عليه السلام كان مثلا يمشي حاسرا لا هاي ما حكم السير حاسرا نحن 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 نعم في الخلاف السنة أنه يدع على رأسه إلا المحرم أن المحرم لا يغطير أساهم نعم معناته غير المحرم يغطير أساهم شو الحكم أن يمشي الإنسان حاسرا ما هو ما هو الحفظ مسائل مسؤول انت تسأل وانا اقول لك ارد السؤال اليك شكرا طيب لكن انا انتلك بالنسبة للصلاة فما انتلي انه متل ما بتقول ان احنا هم نسألك هلا هو انت رجعت اللي بتسألها تهارة و تهارة يا شيخ زيد نحنا اقول اللينا احيانا والمجادل بالتي احسن احيانا ارى فيها غمز وانت كذا وانت كذا هذا لا يفعله العلماء معنى الجهان يعني؟ امين معنى انه اسلوب خطأ يعني لا يفعله العلماء والطلاب اللي بيعترفوا بالخطأ اسلوبك متناخذ فاذا قلت لك اسلوبك متناخذ يكون هذا غمز ولمن حتي لا يفعله العلماء مع انه فعله اعلى مني هذا الذي انت ارزالنا لا يفعله العلماء لا ابن الشري انت تقول ايش قلت انا ابن الشريط هذا شيء لا يفعله العلماء ايش هو لي قلت لا يفعله العلماء ما ادري مسجله عن اي شيء ثمانا شريط اي كان مننا المخطئ اتراجع عنه فيها شريط يا شريط لا تشاهد انت ثمانا شريط جد انت وعندما اي شيء قلت في الموقف اي شيء انت حقق انا نوضع انت لم تحصل لنفعله العلماء انت انت فأرجع عن خطأك انت خطأك واضح جدا وهو انه مرة لما بتسأل ومن جاوبك بتقعد ايش بتناقش وبتجاذل بالاخره مرة بنسألك ترجع بتقول انا سائل اله طيب انا ما ادري حكم ستر الرئيس في الشأن تسألني طيب لكن انا ما ادري الشيء وبجاوبك ما تخف عنده انا بدي الدليل السلف الصالح المشى وحاسي الرئيس سواء في الصلاة او خارج الصلاة اجبتك عن هذا طيب شوف ايضا اجبتك انه السلف كانوا عن شو اسمه جابر عبدالله الله يديك صلى اكثر من حاسر الرئيس جوابتك وقالت لي لا نأخذ به لا نأخذ في اله طيب لا نأخذ به طيب لا نأخذ به طيب ايش نأخذ به طيب هلأ عرفت انه السلف صله وحاسر الرئيس ولا لا هذا الشخص هو جابر يعني اذا صلى حاسر الرئيس هل تقول ثوبه انت وأكثر من الله الله أكبر خلى قسم الآلة من بدله كله حاسرا كله ما في شيء مش بدله مسثور مكشوف والنصف الثاني مسثور والرأس الآلة مسثور لا صلى بالإزار فقط هذا يجوز نعم له لا هذا موضوع لا شيخ الله يهديت انه الرأس طيب طيب الرأس كيف نأخذ به إذا هذا لا نأخذ به لماذا نأخذ بالرأس نفرق بين هذا وهذا الله يهديك هذا نهى عنه الرسول هذا نهى عنه الرسول هذا نهى عنه الرسول قال لا يصلي أن أعذكم وليس على عاتقيه من ثومه فيه لا هذا انت تعرفه ولا شك هذا الذي انا ذكرته قوي هذا بتعرفه لكن ما تعرف مثل من يشفد الرأس هل يؤخذ بفعل هذا الشخص انه يصلي حاسر ما نهى عنه لماذا لا تمشي معي قلت لك انت تعرف انه الرسول نهى عن هذا لكن لا تعرف انه نهى عن هذا لماذا لا تقف عند هذه المقطع ما نهى عن هذا لك هل نأخذ بقول هذا ما معنى انه لا تقف عند هذا معنى انه هذا ليس كهذا شو ثمرة الخلاف يجوز هيك او ما بيجوز يجوز يجوز ننكر على الشباب اذا اتخذوا ذلك هذا ليش انا حبيت اني اسألك ان يصد هالنقطعي شو رأيك بهل تعلم انه السلف كانوا يمشون حسرا هل تعلم انه الرسول عليه السلام كان يمشي حاسرا قلت لي لا لا ادري حلفته لا ادري انا دكساء فامت انه لا ما كان يمشي حاسرا في فراء عندك وان امر ايه ولا لا لا اله ان الله لا اعلم الدليل عاتوا اعلم عندكم الدليل اقترى يمشي حاسرا ما اقترى يمشي حاسرا حافيا نحن نتكلم حاسرا نكون من رأس من دليل هناك حديث في صاحب مسلم ان رسول عليه السلام خرج من بيته حاسرا مسرعا ومعه بعض اصحابه هذا الحديث الوحيد الذي وقفنا عليه انه عليه السلام كان يمشي حاسرا نحن نعتقد ان العادة التي عليها الشباب اليوم هذا خلاف سبيل المؤمنين مثلا خلاف سبيل المؤمنين وهو تشبه بالكافرين ولذلك لا يجود اتخاذ السير في الطرقات والدخول الى المساجد حسرا ها لكن واحد في بيته بياخذ حريته محريته محدودة ما بصلي كما هو في الحجاز مثلا في حر شديد بصله في الإزار فقط لا لا يصلي ان اهدكم وليس على اعتقيه من كوبي فيه وقال عليه السلام من كان له حزار ورداء فليتجر وليرتدي فان الله حق ان يتزين له وفي حديث صاحي مسلم ومن لم يكن له الا ثوب واحد فان كان واسعا فليلتحف به وان كان ضيقا فليأتذر به ان احكام الشرية لا تساخ مساقا واحدا وانما بميزان علمي دقيق ودقيق جدا فانا هذا رأيي بالنسبة لعادة حسر الرأس فانا من اشد الناس انكارا لها لكن هذا التشدد اتسامح به حينما يريد احدنا ان يقوم الى الصلاة وهو حاش الرأس واما ان يكون من باب التمتع بما يجوده واما ان يكون من باب كان العمل بالشيء احب اليه من تركه مع ذلك كان يتركه وهذا من باب البيان للناس والخلاصة البنطاء البعض الان نتكلم عن البنطاء الوقع فيه شباب يلبسون البنطاء هي شبطة كثيرة جدا التفاصيل كثيرة فيه الشيخ كان حضرت لكم في الشام قلت يحرم هذا اللبس البنطاء شو السلام وخارج السلام نأ نأخله عنكم اين صدل ماذا عندك شيخنا حاس الرأس انت قلت هذا الحديث الوحيد في صحيح مسلم لكن اظن هناك حديث اخر عندما كان ينزل المطر كان نبي صلى الله عليه وسلم يرفع الرأسه ويقول هذا حديث عهدا بربه هذا شيء تاني شيخنا شيخنا لكن شيخنا الان نقول كون المجتمع الذي نحن نعيش فيه الان كلهم جلهم إلا من رحم الله حاسر الرؤوس فنحن هل يعني نحصر أحيانا كما كان يفعل نبي صلى الله عليه وسلم أم أننا نستمر على حدب المحسن حتى يعني معرف الناس نعم إلا في بيوتنا فنأخذ حريتنا هذا هو على التفصيل الذي ذكرناه لا يعطي بالعب بكم السؤال الواحد اللي أقدر عنكم عندما تقول لا تطروني كما أطرت النصار ابن مريم فإنما أنا عبت فقولوا عبد الله ورسوله ذكرتم وجهين فالإطراء أو عبد الله ورسول فرجحتم قلتم عبد الله ورسوله لا نقول غير ذلك ثم اتصرت بكم هاتفيا ما قلت لا يقول غير ذلك في ثاب التوسل دفع توحهم لا أقول لا يقول غير ذلك إنما أقول لا يبالغ في الإطراء حسنتم لكن هذا خلاف ما قلتمه في كتاب التوسل قلتم نحن نقول فقط عبد الله ورسوله ولا نزيل على ذلك ثم ما نقول كأنها حسن الخلوق نعم كل كتاب موجود دفع توحهم لهذا العنوان والكتاب موجود نقرأه إن شاء الله إن شاء الله أنا فاهم خطأ وراجعتكم قلت نعم نقول نمدحه والحمد لله الشيخ رجع عن مقالة نمدحه بما ورده بالسنة بما ورده بما ورده حسان وغيره لكن قلتم لي هاتفيا لكن في الكتاب قلتم نقول فقط عبد الله ورسوله هذا فاهمك من كل طيب الاختام عندكم خليجوا هاتف فاهمك موانا موانا قلت نعم قلت نعم قلت نعم قلت نعم هناك حديثة آخر كمانا ذكرتوا شيخ مثل الصحيحة النبي صلى الله عليه وسلم صلى على صحابه في المسجد نعم فهل هنا يكون وهنا نفس الصلاة نفس كمال ولا نفس صحة العمل ليس له شيء من الأجل الذي له فيما إذا صلى على السنة المعهودة وهو الصلاة في المصلى واضح؟ نعم يعني الصلاة في المصلى أفضل من الصلاة في المسجد على الجناغة لكن إذا صلى على الجناغة في المسجد فليس عليه شيء من جهة يعني مؤاخذة ولا له أجل الذي إذا صلى فإذ صلى يا الله هنا في الاتفاق التبقى نعم ألا تبقى تبقى نعم هنا وهذا غلط بانه وظلم ذلك لأن الإطراء المنهي عنه في الحديث معناياين واثنين أولهما ملتخ البده وثانيهما المدح المجاوز للحد وعلى هذا فيمكن أن يكون المراد من الحديث المنهي عن مدح ثلاثا ملتخا من باب سد الذريعة واكتفاء باستفاء الله تعالى له نبيا ورسولا وحبيبا وقال الله وبما أثنى سبحانه فيه إنك لعلى خلق عظيم إذ ماذا يمكن البشر أن يقول فيه بعد قول الله تبارك وتعالى هذا وما خيبة أي كلام يقولونه أمام شهدك الله تعالى هذه وإن أعظم مدح الله صلى الله عليه وسلم أن نقول فيه ما قول رب عز وجل إنه عبد له ورسول فتلك أكبر تذكية له صلى الله عليه وسلم وليس فيها إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا تقصير وصفه رب سبحانه وهو في على درجاته وأرفع تكريم من الله تعالى له وذلك حينما أسرى وعرج به للسماوات العلاح حيث أراه من آيات ربه الكبرى وصفه حينذاك للعبودية فقال سبحانه الذي أسرى بعد ذلك ويمكن أن يكون المراد لا تبارغ في مدحيه فتصفونه بأكثر مما استحقوا وتصبح علي بعض خصائص الله تبارك وتعالى ولعل الأرجح في الحديث المعنى الأول لأمرين اثنين أولهما تمام الحديث وهو قول صلى الله عليه وسلم تقول عبد الله ورسوله أي اكتفوا بما وصفني به الله عز وجل من اختيار عبد الله ورسوله وثانيهما ما عقد بعض أئمة الحديث له من الترجمة فأولده الإمام التنوذي مثلا تحت عنوى باب تواضع النبي صلى الله عليه وسلم فحمل الحديث على النهي عن المدحي المطلق وهو الذي ينسجم مع معنى التواضع ويأتلف معه سامحك الله كل هذا الكلام حولت وإنه ما بيجوه هنا 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 فقوله عبد الله هنا 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 وهون هون المقدمة السابقة المقدمة السابقة اكتفوا بما وصفني به الله عز وجل من اختياري عبد الله ورسوله اكتفوا 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 انا كاتب الله يزيخ خير انت طويل بال اكثر من اللاجم شو السباب انه بتترك كلام المؤلف وتأخذ العجز العجز مش الارجح ان لا يندح الرسول ان لا بما ورد عنه ان لا يندح الا بقول عبد الله ورسوله هذه هيبارات كلها هنا و ادى ارجح بعد سمع العرجح ماذا معنى العرجح في الحديث؟ ما فيه العرجح اللي هي مكتوبة كما قال الأرجح اما المبالغة اما العدم المبالغة عدم المبالغة هو العرق هذا المجهدي ذكرنا هنا داخل في عدم المبالغة او لا؟ أمسألك أمسألك هذا داخل في عدم المبالغة أم لا؟ داخل طيب إذن هذا بابنا في هذا لكن هنا لما ذكرته أنه معني شيء لا ترغب لا لا كون الأرجح كون الأرجح يا أخي أنت مألم أنت مألم انتتار لا لا بس أنا بدي أفهم العبارة يعني ما من ترضى يا أخي أنا من أذلك هذه العبارة صريحة الحديث فسر بمعنه بمعنى لا تمدحوني إلا بما هو حق ولا تبالغوا طيب والثاني والثاني بالغوا قولوا عبد الله ورسوله لا بس عبد الله ورسوله ما كيف يقول يا أخي أنت بذا تقرر شو عندك ولا بذا تفهم مني من أفهم أفهم شو ما أقول لا تطروني معنيين لا تمدحوني مطلقا إلا بما ورد في الكتاب والسنة مما ورد في الكتاب والسنة وإنك لا على خلق عظيم وعبد الله ورسوله إلى آخره هذا كل ورد في السنة فهو داخل في قوله لا تمدحوني مطلقا القول الثاني لا تبالغوا في مدحي هذا مرجوه عندنا فقولوا عبد الله ورسوله وقولوا إنك لا على خلق عظيم وسيد ولد آدم والآخرين هذا ليس إطراء بمعنى المبالغة وإنما هو المدح بما هو واقعه عليه السلام ما تبت في السنة شو بأنت تتمسك بعجز الكلام وتترك الكلام أنا عزي أفهم طيب بسع منبين له ليس بترجع بتنلي هون طيب برجع من قبل طيب الترمذي استشاهدكم بالترمذي حينما قال الترمذي هذا تأييد لتفسيرنا إنه لا يعني المبالغة وإنما يعني إنه لا تمدحوني إلا بما وصبت به خير إن شاء الله جزاكم الله خير إن شاء الله صلى الله أشهر يا شكرا يا شكرا أنا أمصح أبداً تشتبه برأينا المؤذف أدرا فيما تتبه أما إنك ترجع المثلون هون يا أخي هون ما منا فيما تتبه كل آخر بحضه من خاصة فنحنا نقول الأرجح هو عدم المبالغة ويدخل في عدم المبالغة وصل الرسول بما وصبت فهذا يدخل في عدم المبالغة ومن ذلك عبد الله ورسوله يعني لما قال الرسول فقولوا عبد الله ورسوله معناها لا تبالغوا في مدحه وقولوا مثل هذا الكلام لكن إذا شمعت أنه قال أنا سيد ولدي آدم الأفاق هذا ليس مبالغة هذا تقدم ذكره صراحة يا أخي ما بيجوزته بس كلمت أن الأرجح هاي اللي أنا نسا بيجوزته يا أخي الأرجح نعم بس الأرجح من رأيين شو أنه الرأيين المبالغة وعدم المبالغة طيب فالأرجح عدم المبالغة لكن عدم المبالغة لكن إذا ثبت أنه قال أنا سيد ولدي آدم الأفاق هذا ليس مبالغة هذا تقدم ذكره صراحة يا أخي ما بيجوزته بس كلمت أن الأرجح هاي اللي أنا نسا بيجوزته أخي الأرجح نعم بس الأرجح من رأيين شو أنه الرأيين المبالغة وعدم المبالغة طيب فالأرجح عدم المبالغة لكن عدم المبالغة ينفي أو ينافي مذح الرسول بما ثبت عنه هذا معنى كلامنا واضح إن شاء الله ما خده أخي الأخبار ما أخي الأخبار أخي الأخبار بل في الأمارات و أخيرا سمعت و لم تحقق أنه سأذهب إلى دمشق ما هذه الأخبار ما في أخبار ليس لدي علم لدي علم أنه انتقل من الرياض في سبيل الدعوة إلى الإمارات هذا خبر صحيح أما هل هو لا يجال هناك وراحنا دمجر ما أعلم جرى بينا بيناك حديث أن مسألة الصبر على الله الصبر موضروري من إش كذا وكذا أخي الشيخنا يقول يجب إمام أحمد بدأنا يناقشني هو أنا يصغر مع فترة عبسة فترة عبسة سلام عليكم سلام عليكم المقصود بالأواني التي أمر الشاري الحكيم بتخميرها وتغطيتها ما كان فيه أو فيها طعام أو شراب أما وهي فارغة فتنزه الشاري الحكيم من أن يكلف عباده ما لا طاقة لهم به فكم وكم هناك من أواني فارغة يكلفون بتخميرها وتغطيتها لا هذا أمر مفهوم من مجموع الحديث الوردة في هذا الباب أولاً ومن ملاحظة مقاصد الشاري الحكيم ثانياً من ذلك الذي أشرت إليه أولاً ما لعلك تذكر معي أن في بعض الأحاديث أن هناك في ليلة من ليالي السنة تهب الريح فما تمر على إناء ليس مخمراً ومقروناً بالتسمية أيضاً كما في بعض الأحاديث إلا أصابتهم تلك الريح أي أصابها الداء تذكر عليك هذا لهذا يؤكد أن مغصوب الأواني هي الأواني الممتلئة طعاماً أو شراباً وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغخرك وأتوم إليك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر